تفضل يا أستاذ علي شيخ وليد تصاعد بك هل هو كامل أم لا فقط هل القرآن كامل أم لا نعم والله اجتمع السنة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن القرآن يتمثل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي ذلك الكتاب لا ريب فيه وأن هذا القرآن يتمثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأيضا قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تفضل شيخ وليد شنو إثباتك أن ذنب الآيات نزل من الله أو موضوعات أصلا بالقرآن الآيات إيه شنو إثباتك أن ذنب الآيات نزل من عند الله موضوعات من مثل من الصفحابة أو من غيرهم ما هي أنا وإحنا قلنا أن هذه الآيات موضوعة إذن لا حاجة لا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا من السنة ولا من الشيعة أيوة الله إذن عندك رواية صحيح البخاري يا عمي سيبك من صحيح البخاري دلوقتي ما تقوليش عندك رواية صحيح البخاري رد علي دلوقتي لو افترضنا أن القرآن من يتحمل تحريف القرآن ردنا على البخاري دي 3455 مرة الآن من يتحمل قضية تحريف القرآن رب العالمين والصحابة رب العالمين والصحابة لكن مش علي اللي ربنا نزله اللي ربنا أجاء به عشان يحفظين القرآن صح؟ أحسن قبل بحثة النبي صلى الله عليه وآله كان الإنجيل محرف كيف الله يا باشا الإنجيل الله عز وجل لم يتكفل بحفظه الإنجيل لم يتكفل بحفظه أنا بسألك الآن أليس أنتم أنتم قلتم أن الله عز وجل أنزل أتى لنا بإثنى عشر معصومة ليحافظوا لنا على القرآن والسنة؟ هل حافظوا لنا على القرآن والسنة؟ إذن مش إذن جوابني ما تسألش السؤال بسؤال ما تجاوبش السؤال بسؤال جوابني لو سمحت أليس أنتم من قلتم أن الله عز وجل أرسل لنا إثنى عشر معصومة ليحفظوا لنا القرآن والسنة؟ نعم هل حافظوه لنا؟ نعم حافظوه فيين؟ يعني جزء من عندك حافظوه فيين؟ عدي الإمام المهدي القرآني عند قرآن إحنا ماننا بالقرآن المهدي يمكن المهدي يجي بعد 13 ألف سنة إحنا ماننا بالقرآن المهدي هو ربنا أرسل لنا عليه بن أبي طالب عشان ياخدوا القرآن اللي تعب فيه النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وياخدوا ويحدفوا للمهدي؟ نعم طيب أنت حذرك معلش؟ أنت حذرك بتصلي بإيه؟ حذرك بتصلي بإيه؟ قرآن قرآن مين اللي أنت بتصلي بإيه؟ قرآن هذا المصحف عثمان يعني أنت بالآخر عالجها عشان يخليك تقرأ بمصحف عثمان؟ لحظة 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 يعني أم جاودني بقى شوية جاوبونا لو سمحتوا شوية جاوبونا جاوبونا لو سمحتم أنتوا بتعودين تطرحوا الأسئلة إحنا اللي بقى نطرح عليكم الأسئلة هل الله عز وجل أرسل لنا علي بن أبي طالب ليترك لنا القرآن محرفا أنت كشيع تتعبد بيه؟ نعم أنت تتعبد بالقرآن المحرف؟ نعم امش أرق عبيتي على امش أرق عبيتي على يعني الله عز وجل ارسلنا العلي ابن ابي طالب عشان بدلا ما يسيب لنا القرآن الصحيح سيب لنا القرآن محرف وامر الشيعة انهم يتعبدون الله عز وجل بالقرآن المحرف ما هم دول اتباع حمير يا اخوانا ما بيفكروش ما بيديش مساحة لنفسه ان هو يفكر ما بيديش مساحة لنفسه ان هو يفكر يعني بدل المعصوم عندهم بدل لما يترك لنا القرآن محرف والشيعة يتعبدون بالقرآن المحرف ياريت الصنة بس الشيعة يتعبدون بالقرآن المحرف كان ترك القرآن الصحيح وكان حافظ عليه لكن للأسف الشديد وصلوهم للحالة اللي انتوا شايفينها والشيعة يظن انه يحسن صنع يظن ان هو كلا بيدفع عن اهل البيت ولما تيجي تسأله سؤال تقول له علي ابن ابي طالب لما كان في الكوفة لما كان في العراق كان بيصلي الفجر جهرا وبيصلي المغرب جهرا وبيصلي العشاء جهرا كان بيصلي بانه القرآن كان بيصلي بانه القرآن هل قرآن عثمان ولا قرآن الصحيح اكيد طبعا هيقول لك القرآن الصحيح يعني معناه غشش المصلين القرآن الصحيح يعني ما زال بيقرأ القرآن الصحيح يعني القرآن الصحيح المفروض ما بيننا الان لان علي ابن ابي طالب كان يقرأه في الصلوات لكن الناس ديت هم يا اخوان نبص عشان تبقوا فاهمين فيه فرق ما بين ان انت عايز القرآن محرف عشان ما حدش يلزمك به وفرق ان انت تدافع عن القرآن يعني اديك اكتر من كده ده حتى لو انت القرآن عندك محرف زي اليهود والنصارى يعني ما في يهود واحد يقول لك ان الطورة عنده او الزبور عنده محرف ما في واحد يقول لك كده لا عالم ولا اي واحد ولا نصراني مع ان هو محرفين ما فيش نصراني واحد يقول لك الانجيل محرف ليه حتى لو هو محرف هو مش عايزه محرف يعني هو كاعتقاد مش عايزه محرف حتى لو يراه محرف شوف بقى الحمقة والمغفلين دين الحمقة والمغفلين يجي يقول لك ان القرآن محرف لان هو عايزه محرف شفتوا الفرق ما بين الاثنين النصراني قرآن دينه الانجيل بتاعه محرف وهو مش عايزه محرف فلذلك يتمسك أنه غير محرف كذلك اليهودي أما الشيعي القرآن بتاعه مش محرف بآيات كثيرة جدا وهو اللي عايزه محرف ليه؟ عشان ما تلزمه بالقرآن عشان ما تلزمه بالقرآن فهو عايزه محرف مش مثلا والله أنا مش عايزه محرف لكن القرآن محرف لذلك أنا طرحت عليهم قلت لهم عن لي أستطيع أميركم ده اللي هو بيقول ربكم ده رب الشيعة ده تمام اللي حط لهم ديانة جديدة هل يستطيع أن يقف في أي مكان في الدولة اللي هو فيها وما يكونش فيها مسلمين يعني ينق حتة كده ما فيهش مسلمين عشان يقول لك لا والله ده خاف يقولي الكلام ده فيطلع عليه ناس يضربوه كلام الفاضي ده لا يا بش بساعتها بياخد حماية دولية يروح كده في حديقة وقول يا جماعة الخير يا نصارى يا يهود شايفين المصحف اللي فيه ده أنا راجل شيعي أهو وبالعمامة الشيعية أقول أن هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف يعرف يعملها يعرف يعملها يطلع كنا يقول يا جماعة أنا راجل شيعي وبالزي الشيعة هو تمام وبالانجليزية أقول أن القرآن الذي بين أيدينا نحن كشيعة نعترف ونقر بأن هذا الدستور محرف خربتكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر